مع تضاعف النشاط البشري المسبب في تغير المناخي زادت المخوف من تضاعف تدعياته على زيادة الجفاف لأكثر من عشرين مرة وذلك بحث بدراسة جديدة نشرها باحثون من شبكة World Weather Attribution وحذرت الدراسة من أن زيادة خطر حدوث جفاف للتربة كالذي شهدته أوروبا والصين والولايات المتحدة يمكن أن يتكرر في ظل المناخ الحالي مرة كل عشرين عاما مقابل مرة كل أربعمائة سنة أو حتى أقل من ذلك في حال لم يكن هناك احترار وأوضحت الدراسة أن تغير المناخي الناجم عن النشاط البشري أدى إلى زيادة احتمالية حدوث الجفاف السطحي بمقدار خمس مرات على الأقل وزيادة احتمالية حدوث الجفاف الزراعي والبيئي بمقدار عشرين مرة على الأقل وعانت من ظاهرة الجفاف في فصل الصيف دول أوروبية عديدة بدءا بفرنسا حيث جفت أنهار واضطرت مناطق عدة إلى فرض نظام تقنين لاستخدام المياه كما تأثرت بهذه الظاهرة أجزاء من الولايات المتحدة والصين وانعكست تداعيات هذا الجفاف على القطاع الزراعي إذ انخفضت المحاصيل في وقت يشهد فيه العالم ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية وشهد العالم موجة جفاف هي الأسوأ منذ عقود كانت سببا في زيادة حرائق الغابات وطرابات في إنتاج الكهرباء خاصة الطاقة الهايدروليكية والنووية